كشفت الحكومة عن خطة لاستبدال جميع السيارات الحكومية العاملة على البنزين بسيارات كهربائية لتوفير بندي البنزيني وصيانة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الدود قال في تصريحات صحفية ان هناك لجنة فنية تدرس استثمار الاموال المحصلة من عملية بيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني لشراء سيارات تعمل على الكهرباء واستبدال جميع السيارات الحكومية العاملة على البنزين ايضا بسيارات تعمل على الكهرباء وبحسب الدوود تم سحب 430 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة وشطب 907 مركبات تمهيدا لبيعها وتم تسليم السيارات الفائضة لدائرة اللوازم العامة والدوائر والمؤسسات الأخرى